الطراد سفينة حربية أكبر من المدمرة وأصغر من البارجة ترافق عادة حاملة الطائرات وتنفذ عمليات مستقلة أيضا مع المدمرات تطلق الصواريخ ضد السفن والطائرات أيضا تمتلك البحرية الروسية منها ثلاثا إحداها هي موسكفا أي موسكو سفينة ضخمة هائلة الحجم طاقمها أكثر من خمسمائة عنصر يعملون عليها وتحمل ست عشر تقاذفة فولكين مسلحة بطربدات لاستخدامها ضد الغواصات ونظام دفاع جوي ثلاثي المستوى يعني أهم سفينة حربية بالأسطول الروسي بالبحر الأسود قبل ثلاثة أيام أظهرت صور الأقمار الصناعية مكان هذا الطراد هنا يرسو في هذه المنطقة في البحر الأسود بين القرن وأودسا وهذا كان لأنه الآن اختفى روسيا تقول حريقا نشب على متن الطراد فانفجرت الذخيرة التي كانت على متنه وأضرت بهيكله لكنهم تمكنوا من إجلاء طاقم الطراد وقاموا بسحبه لكنه غرق في البحر بسبب تهالكه الرواية الأوكرانية استمعوا إليها تقول استهدفوا الطراد بصاروخين من طراز نيبتون يعتقدوا أنهما أطلقا من سواحل أوديسا فتسبب ذلك بحدوث الانفجارات وغرق الطراد أما صاروخ نيبتون فهو صاروخ طورته كيف عن صاروخ روسية مضاد للسفن في عام 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم يصل مداه إلى نحو 300 كيلو متر المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي قال بأن ضرب الطراد يمثل ضربة للأسطول الروسي ولم يشر إلى الجهة التي استهدفت لا يمكننا تأكيد التقارير الأوكرانية عن تعرض الطراد لصاروخ لكننا أيضا لا نستطيع ضحض ذلك أما فيما يتعلق بالتأثير على البحرية الروسية فمن الصعب معرفة ذلك سيؤثر الاستهداف على قدراتهم على المدى القريب بالتأكيد أما على المدى البعيد فالأمور غير واضحة الآن على وسائل التواصل الاجتماعي علق المغردون العرب يقول عبد السلام الشامي أعتقد أن ضرب الطراد الحربي الروسي بهذه الدقة وعدم اعتراض الصاروخ الذي قام بالضرب يعني أن أوكرانيا لا يمكن أن تمتلك هذه التكنولوجيا ولكن وراء الحادث قوة أخرى قامت بهذا العمل ذي التكنولوجيا الحديثة والتي شوشت على كل أجهزة الرشد السوفيتية رامي يقول أكبر خسارة لروسيا أكبر خسارة منذ الحرب العالمية الثانية تدمير وإغراق الطراد الحربي موسكفا وذات الطراد الذي انهال بالصواريخ على شعب سوريا من قاعدة حميمي مالك يقول ضربة الطراد الروسي موسكفا ستغير خطط بوتين الذي قرر قبل فترة قصيرة الانسحاب وتركيز فقط على الجزء الشرقي من أوكرانيا عليه الآن العودة والهجوم من جديد كالأحمق أحمد يقول يبدو أن الرد على التأثير المعنوي لنشر فيديو استسلام الجنود الأوكرانيين في ماريوبل احتاج إلى رد سريع لرفع المعنويات وضمن استمرار الحرب التي تستنزفنا جميعا العجزي عبد الجبار يقول روسيا ستحكم سيطرة على أوكرانيا ومن قام بالإرشاد للقوات الأوكرانية باستهداف الطراد الروسي هو يصعد القوات الروسية للقضاء على الحكم الأوكراني الرئيس الأوكراني زيلنسكي أعلن يعني علق على استهداف الطراد وقال إن السفن الروسية يمكنها الذهاب فقط إلى قاع البحر رأيت أشخاص غير سياسيين فعلوا في هذه الأيام الخمسين أكثر من بعض رجال الدولة الذين ادعوا القيادة أولئك الذين أوقفوا تقدم أعمدة لا نهاية لها من المعدات الروسية أولئك الذين أظهروا أن الطيران الروسي لا حول له ولا قوة أولئك الذين أظهروا أن السفن الروسية يمكنها الذهاب إلى القاع فقط شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها